علاء مرسي في البداية برحك بيك في البداية عايزين نعرف بقى رأيك عن كتاب ايه اكتر حاجة شدتك ليه اهلا اهلا وسعلا بيكم واهلا بيكي واهلا المحور ومتشرفين ان احنا معاكم احنا اللي متشرفين نحضرك معنا انا اللي اتشرف فاندم وبنا احفظكم بصي انا الكتاب ما تبقى من سنوات العمر للكاتب كامل جميل مرد اه هتكلم عن الكاتب انه هو التجربة الحياتية التجربة الذاتية التجربة الشخصية اللي هي تحولت تجربة عامة تجربة تخص العامة وخاصة للجماعة اللي فوق الخمسين سنة دولة الكتاب ده بالنسبة لهم اعتقد انه مؤثر ولمس لحظات وخبرات كتيرة جدا بحلوة ومرة بحلوة ومرة اما الاجيال الشباب الجميل اللي بعد كده اعتقد انه هو بيلمسه كخبرات انه هو بيقرأ بيحس بخبرات وفي اجزاء من الخبرات الموجودة في الكتاب هي لتخص مراحل عمرية معينة في حياة الكاتب فبالتالي هي تخص الشباب تجربة عظيمة الكتاب ملفت بسميه دايما كتاب يبان من عنوانه طب من وجهة نظر حضرتك ليه دايما العمل مرئي سواء مسرحية مسلسل فيلم دايما بيلقى صدى اكبر من الكتاب انت صح انت صح وامتع والمتعة فيه اكبر على فكرة لانه انت حرة الخيال ولكن لغة العصر اصبحت مرئية وسمعية واعتقد ان هي بقت سمعية اكتر بينها مرئية كمان يعني الناس بتسمع الحكاية بتسمع المزيكة وما بتقراش الكلام يعني يعني الناس بتنفعل سماعيا و و وفكرة الفويس دي آآ بقت اسهل من ان انا اكتبلك طب هل فيه كتاب قريته قبل كده ونفسك يتحول لعمل مرئي بصي انا آآ فيه آآ كتاب لشاعر اسمه محمد ناجي كتب كتاب اسمه انا وامي وبتكلم على فكرة علاقته بوالدته الست الفلاحة الطيبة وطفلته معاها وازاي وارتبطه بيها وكفاح المرأة المصرية ازاي وقفت لحد ما بقى في عندها ظابط قوات مسلحة بطل وظابط دخلية ودكتور ومهندس وشاعر الست المصرية الأصولي وهو كانت القضية مش يحكي حكايته قد ما بيحكي دور الأم المصرية طيب نصيحة أخيرة بتقدمها للشباب بقول لهم اقرأ اللي انت بتصدقوا واللي هتحسوا قلبك هو الحكم بتاخدش معلومات عن قد ما تبحس أستاذ علاء مرسي أنا بشكرك حقيقي نورتنا حبيبتي أنا لبشكرك وشرفتي ونورتي وأنا سعيد جدا بلقائك ومرسيليكي اني اعتحت لي الفرصة دي شكرا